سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة ستكون لطلاب الصف الثاني متوسط سبقه وشرحنا المبني للمجهول بحالة المضارع البسيط و بحالة الماضي البسيط و بحالة الكان وقلنا المبنى المجهول الفاعل يكون بيه مجهول مثل أقول كسرة النافذة كسرة الباب يعني الفاعل مجهول أنا ما عرف الفاعل طبعا حتى نسوي فدرفرش حتى نستعيد أنه عن اللي تحدثنا عنه سابقا مثلا أطيكم ثلاث أمثلة مثلا هسا أقول بالمثال علي بريكس دا ويندو وهنا بالبين قوسين أقل لك باسف بويس مبنى المجهول هنا من تشوف هيت جملة قلنا علي بريكس دا ويندو أول شيء تباو على وين تباو على المطلب البين قوسين شنو هو هو باسف بويس مبنى المجهول أوكي هذا أنا كل الحكي شارحة لكن فد إعادة بسيطة ثاني شيء تباو على لي تجي تفصخ للجملة أوكي علي تطيه رقم واحد بريكس تطيه رقم اثنين ذا ويندو تطيه رقم ثلاثة تباو علي رقم واحد هو الفاعل اثنين هو الفعل وثلاثة هو المفعول به تجيب لي رقم ثلاثة المفعول به هنا فصير ذا ويندو تباو علي ثاني خطوة تباو علي للزمن الجملة شون تعرف زمن الجملة تعرفها عن طريق الفعل اللي هو رقم ثنين عن طريق الفعل اللي هو رقم ثنين زين الفعل شنه هو إذا كان بي إي دي أو شاذ فمعناها ماضي إذا كان بي إس معناها مضارع بسيط إذا كان بي إذن مجرد معناها مضارع بسيط هنا الفعل بي إس مضارع بسيط إذن تخلي بالك تخلي لو إز لو آر زين شلون تعرف يا أما إز يا أما آر تعتمد لي على الذا ويندو المفعول به مفرد أخلي إز جمع أخلي آر شون عرفه مفرد أو جمع عن طريق الإس أوكي زين هنا بي إس لا ما بيه إذن شنو أخلي إز أوكي إز طبعا يعني أكو أسماء شاذة يعني مثل جمع الشاذ مثل تشايلد شودرن هاي ما بيه إس مين مين أوكي ما علي هسة ويندو مفرد أخلي إز خلي العفو إز صارت ذا ويندو إز زين التصريف الثالث للفعل ما بريكس شنو هي بروكن بروكن أوكي فصارت ذا ويندو إز بروكن أنت بكيفك يا أما تقول باي علي أو ما تقول هذا نسميه باللغة الإنجليزية أوبشنل شنو أوبشنل يعني أختياري كيفك تخلي أو ما تخلي طبعا أكو أفعال أنا قلت لكم لازم تحفظونهن سبق و قلت لكم مثل هذن الأفعال خنقول السبعة يعني أنتم مطالبين بهن تحفظونهن ما أردت أثقل عليكم بالأفعال مثل هنا read read نفسها بس تختلف اللفظ يختلف read أوكي هنا buy bought bought أوكي take took taken bring brought 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 show showed shown أوكي shown أوكي shown هنا give gave given write wrote written هذن الأفعال لازم تحفظونهن علموا التصريف الثالث للفعل تعرفون شلون أوكي هسا شلون هنا breaks علموا تعرفون شنو هي شون تحولها إلى broken هاي بحالة المضارع بحالة الماضي نفس المثال ناخذة أو غيرها علي wrote the letter أوكي علي wrote the letter علي كتب الرسالة هم باسف هنا أنا ما حددك أقول لك سوي لي باسف بزمن الماضي لا أنت لازم تعرفه شون تعرفه عن طريق الفعل أوكي المهم نجي نفسخ الجملة واحد اثنيا ثلاثة نجيب رقم ثلاثة نخلي بالبداية فصارت the letter أوكي the letter تباوع لي زمن الجملة شنو wrote ماضي شو عرفت ماضي لازم عن طريق الافعال لازم تحافظ هنتي wrote اللي هي write الماضي ما write أوكي اللي هو wrote كتبة فعل شاذ زين زين تخلي ببالك يا أم تخلي was يا أم تخلي where زين the letter مفرد لو جمع مفرد إذا نخلي الى was لو جمع تشخلي الى where the letter was وتصف الثالث الفعل ما wrote أو write اللي هو written اليوم رح ناقض موضوع جديد واللي هو present passive with can أنا هم شارح لكم بالصف بس ما يخالف رحها عيدي صيغة المبنى المجهول باستخدام can أو can أوكي لبيان إمكانية حدوث الفعل أو عدمه أول شي نبدأ بالمفعول به كالعادة اللي هو رقم ثلاثة زائد can أو can هنا ما لعلاقة هل هو ماضي مضارع ما أخلي لا ووز لا وير لا ما لعلاقة أخلي يا أم كان يا أم كان شنو عدي بالجملة عدي بالجملة كان أنا أزلها كان عدي can أنا أزلها can زائد b أوكي زائد b زائد التصريف ثالث الفعل مثال they can use the mobiles without wires أوكي هنا أقلك شنو تعرف أنا أريد هب can أنت عندك دليل هنا كان وأنا أقلك ما يخالف المطلب سوي لي باستخدام can أجي أفصخ الجملة هاي طيها رقم واحد هنا ال can هنا فعل اعتبرته هنا الفعل الرئيسي اللي هو use هنا مساعد ال can ما لي علاقة أنا اثنين هنا أعتبرها الرقم اثنين ما أجي اثنين هاي ال can والفعل اللي وراها أعتبرها رقم اثنين أوكي فصارت هاي رقم واحد هاي رقم اثنين the mobiles رقم ثلاثة without wires رقم اربعة اجي قلنا وين رقم ثلاثة أخليه بالبداية the mobiles خليته بالبداية زين ما لي علاقة the mobiles جمع مفرد ما لي علاقة شنو عدي بالجملة عدي can اخلي can وشنو يجو ورا can be فصارت can be التصريف الثالث للفعل use الفعل اللي ورا can شنو هو هو used انزل التكملة كما هي اوكي هنا كاتب لك الخطوات كلهن نضع المفعل به ثلاثة الجملة نضع can be او can be ما لعلاقة انا مادام عدي can be هنا استخدم can be اوكي ونضع التصريف الثالث للفعل نضع التصريف الثالث للفعل ناخذ مثال ثاني للي ما فهمه اوكي he can write the story اوكي انت تجي اول شي تفسخ للجملة قلني اوكي he اطيها رقم واحد can والفعل اللي وراه اطيهم رقم اثنين صارت اثنين the story اطيها رقم ثلاثة اجيب رقم ثلاثة اخلي بالبداية the story شنو عدي عدي can't لا عدي can اي اخلي can can be زين can be تقول انا اريد التصريف الثالث للفعل بعد اهم اللي شرط اجي اكتب التصريف الثالث للفعل مع write شنو هو انا لازم حافظه اللي هو written اوكي هذا هو اخذكم بعض مثال للي ما فهمه مثلا they can't use the computer اوكي they can't use the computer اوكي هس اذا اريد احول ها الى passive with can اول شي اجي شنو قلنا نفسخ الجملة هذا الطينا رقم واحد ال can وال can اثنين هن يقول ان احنا و الفعل الوران تطينا رقم اثنين طينا رقم اثنين و the computer اطي رقم ثلاثة اجيب the computer وين اخلي بالبداية رقم ثلاثة the computer صارت هاي زين شنو عدنا بالجملة عدنا can لا عدنا can't اخلي can't اجيب can't وانزله واقف can't تقول يابا عدي شرط شنو شرط تقول لازم تخلي وراي بي خلي بي زين can't بي تقول يابا هم عدي شرط شنو الشرط تقول لازم تستخدم التصريف الثالث للفعل ما التلفعل الرئيسي شنو هو الفعل الرئيسي اللي ورا كان قلني أو كان يجي اليوز فصير يوز صارت the computer can't be يوز هذا درسكم لليوم شباب اريد تلخصون الدرس بالسجلات مالاتكم اوكي all the best of good lack شكرا